فاتورة الشهر الواحد قبل ذلك كنا نظهر في أواخر الشهر مدة أسبوع عشرة عيام نحصل فاتورة شهر خمسين ألف باون حتى يستمر هذه القناة ويستمر هذا الصوت سدد فواتير البث الفضائي فواتير كهرباء والغاز والإنترنت وغيرها والتلفونات وهذه الأمور على الأقل بس تسد رمق الهيئة حتى يبقى لكن للأسف اليوم مع ظهورنا لمدة شهر أصبحنا حتى ما نحصل اللي كنا نحصله في عشرة أيام قبل يعني فاتورة هذا الشهر الخمسين ألف لم تتم إلى الآن تقريبا ثلاثين ألف فقط الذي تم منها عشرين ألف ما زالت الهيئة تعاني وتحتاج هذا المبلغ عشرين ألف باون لهذا الشهر فقط لفواتير هذا الشهر ناهي كأننا نتمنى من الأخوة المؤمنين التفاعل مع هذا المبلغ حتى نبدأ بالمشاريع نبدأ نسوي شيء في هذا المكان ونطور أكثر نتمنى من الأخوة المؤمنين إن شاء الله التفاعل معنا حتى نطور أنا ما أدري إذا المصور موجود المصور أنا طلبت من عند الكاميرا اللي جابها فياريت يجيب لنا المصور هذه الكاميرا حتى نعرضها للأخوة المؤمنين من ضمن احتياجات قناتي فدك وصوت العترة طبعاً احتياجات كثيرة لكن من ضمن هذه الاحتياجات جانب الكاميرا جانب المصور هناك كنا جلسنا في اجتماع يوم أمس تكلمنا أنه نحتاج إلى تصوير بعض المشاهد الخارجية كلكم يعلم نحن نمتلك أربع كاميرات أربع كاميرات قديمة جداً هذه الكاميرات أصلاً محترافية كاميرات هوات لكن ولله الحمد استطعنا أن نظهر بها برامج كثيرة وعدة على مدى أكثر اليوم من ست سنوات بدأت قناة فدك بكاميرا واحدة واليوم صار عندنا هذه الأربع كاميرات لكن ما زلنا نعاني من قلة الكاميرات يعني اليوم قسم الإنجليزي واحدة يحتاج أيضاً إلى كاميرات قناة الرافضة تحتاج إلى كاميرات يأتون يأخذون بعض الكاميرات من عندنا تتعطل الأعمال عندنا عموماً هناك ضرورة ملحة إلى على الأقل كاميرات بسعر بسيط جداً وقليلة جداً راح إن شاء الله نعرضها ونطلب أنا يا ريت مخرج وين الكاميرا؟ يجيبون لنا الكاميرا يعني حد يجيبها من الغرفة عنده يعني زين إذا أحمد أو شيء فكنا بالاجتماع عمس تتكلمنا أنه هناك كاميرا صغيرة جداً بهذا القدر راح أراويكم إياها بعد شوي يجيبون لي إياها نحتاج نصور أمور خارجية هذه الكاميرا تساعدنا أن نأخذ بعض المشاهد التصويرية عن طريقها تعطي احترافية للمقطع طبعاً هناك تصوير آخر بكاميرات أخرى أو من جهات أخرى وزوايات أخرى بالكاميرا العادية الموجودة عندنا المتوفرة لكن حتى نطور من إنتاجية هذه الأعمال وهذه الأشياء التي نريد أن نصورها بإذن الله تعالى نحتاج إلى مثل هذه الأمور الجانبية مثل هذه الكاميرا يعني أطنيها هذه كامل هذه تقريباً كاميرا صغيرة جداً ونحن نتكلم بالاجتماع كان موجود أبو أحمد رحم الله والديه أبو أحمد زايرنا من الكويت وهو يمتلك هذه الكاميرا تشوفوا كاميرا صغيرة جداً لكن تاخد مشاهد معينة تعطي توصل فكرة وتوصل شيء معين في أفكار ببالنا نحب نصورها هذه الكاميرا تفيدنا في هذه الأفكار مثلاً هذه الكاميرا الآن مصور وين راح محمد البدراوي هذه الكاميرا سعرها رخيص جداً جداً هذه هذه الآن اللي أنا ماسكها بإيدي تقريباً كم سعرها حدود الخمسين باوند خمسين باوند بس المصور مالنا يريد وحدة مثلها بهذه الطريقة لكن قيمتها كم؟ أربعمائة وخمسين وخمسين لا هذه راح نتكلم عنها الثانية لا الصغيرة اللي بنفس هذه نفس هذه الحجم قلت اليوم سعرها ميتين باوند أو شيء إيه بس بعد خلص إذا يعني السعرها ميتين وخمسين باوند تقريباً ميتين وخمسين باوند مثل هذه الكاميرا هذه الآن الرجل ما قصر أعطانيها لكن ما تحمل ديك الجودة هذه الجودة ياريت إذا في أحد من الأخوة المؤمنين قيمة ميتين وخمسين باوند يعني كم مخرج إذا تحول العملة بالخليج عندنا ميتين وخمسين باوند يعني الآن المخرج يقول لي كم يصير السعر بالحجازي ألف ومائتين ريال بالدينار لكويتي مئة دينار مئة دينار كويتي زين بالبحراني يعني تقريباً مئة دينار مئة وعشرة تقريباً هم مئة وعشرين دينار تقريباً يعني نتمنى إذا أحد المؤمنين يقدر وفر لنا هذه الكاميرا التي تثبت على الرأس أيضاً ممكن الواحد ثبتها على رأسه ويعمل مشاهد معينة يركض أشياء مشاهد تمثيلية إن شاء الله راح تنفعنا في تطوير البرامج والأمور في القناة الكاميرا الثانية اللي يحتاجها أيضاً المصور كاميرا أخرى أيضاً تكلمنا بالاجتماع وقلنا أن هناك أناس هواتي يخرجون بره يصورون مواقف بكاميرا صغيرة جداً حتى عندها هذا الأوبشن للإهتزاز ما تهتز لما يتحرك بشكل سريع يتحرك أو شيء ما في هذا الإهتزاز والكاميرا أيضاً سعرها جيد ورخيص نتمنى إذا هناك أحد يقدر يفيدنا أيضاً في هذه الكاميرا كم سعرها الكاميرا؟ من 450 إلى 500 باوند سعرها يعني تقريباً 500 باوند إذا قلنا تقريباً كم يصير عدنا مخرج إذا 500 باوند؟ أي بالدينار الكويت 200 دينار كويتي تطيب و 2500 حجازي ريال محمدي و 250 دينار بحراني أو بحراني فنتمنى من الأخوة المؤمنين اللي يستطيع أن يزودنا بهذه الأجهزة اللي مطلوبة الآن في الوقت الحالي حتى شوي نطور عملنا نطور شغلنا جزاكم الله خير مشكورين رحم الله والديكم نتمنى تفاعل على هذا الموضوع بإذن الله تعالى نتمنى أيضاً الدعم العاجل للتبرع تفضل حتى نكمل النواقص اللي عندنا في الشهر في هذا الشهر في هذا الفاتورة نسدد باقي النقص لأنكم تعلمون وقد صرحنا بذلك أن الهيئة كانت عليها ديون ما زلنا في دائرة هذه الديون لم تسدد كل الديون على الهيئة فما نريد على الأقل هذه الديون تكثر فجزاكم الله خير الجزاء أعينوا إن شاء الله بما تستطيعون بالقدر الذي يمكنكم أن تعينوا به لا تقصروا